وشوقي قد مزاجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أم يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي شراب الحب يعارف بالمداقي وما كل السواة له بساحي محب الله عن أدم وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكل موالاه واتبعه داه أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ الألبيري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا يوشك من أدمن القرع أن يفتح له روي أن جاءت امرأة إلى سيدنا موسى عليه السلام كليم الله وقالت له يا نبي الله أدع لي ربك أن يرزقني بولد صالح فدعا سيدنا موسى عليه السلام ربه أن يرزق هذه المرأة طفلا فأجابه الله عز وجل إني كتبتها عقيم فقال سيدنا موسى عليه السلام لهذه المرأة يقول الله عز وجل إني كتبتها عقيم فذهبت المرأة وعادت مرة أخرى بعد سنة فقالت يا نبي الله أدع ربك أن يرزقني بطفل صالح ومرة أخرى دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه أن يرزقها بولد صالح فقال له الله عز وجل إني كتبتها عقيم فقال لها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إني كتبتها عقيم وبعد سنة رآها سيدنا موسى عليه السلام وهي تحمل طفلا بين ذراعيها فقال لها من هذا الطفل قالت هو ابني فتعجب وكلم سيدنا موسى عليه السلام ربه وقال له كيف يكون لهذه المرأة طفلك وأنت كتبتها عقيم فقال له الله تبارك وتعالى كلما قلت عقيم هي تقول رحيم 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 فغلبت رحمتي قدرتي في الحقيقة نحن لا نصرف النظر لا نصرف النظر عن ضرورة التحقق من صحة مثل هذه القصص ولكن هذا لا يغير شيئا مما نحن متحققون منه بالفعل وهو أن أمره جل وعلا بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما ذلك على الله بعزيز فهو جل وعلا له مطلق القدرة خلق آدم من غير أب ولا أم أليس كذلك وخلق حواء من ذكر ولا أم وخلق عيسى عليه السلام من أم ولا والد وخلق جل وعلا من والد ووالدة فسبحان من له طلاقة القدرة في خلقه تبارك وتعالى والشاهد الذي نريده من هذه الحكاية وأمثالها هو أن من لازم الأعتاب دخل الأبواب من لازم الأعتاب دخل الأبواب ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتها ثم قال رحمه الله تعالى وَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فِي الْأَرْضِ دَأْبَا لِتُذْكَرَ فِي السَّمَاءِ إِذَا ذَكَرْتَ إن ذكر الله جل وعلا سبب في الثبات والفلاح لقوله تعالى فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وسعيك في المعايش مع ذكر الله يسبب فلاحك أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذكر الله عز وجل سبب في المغفرة ودخول الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وذكر الله تبارك وتعالى هو من علامات الإيمان وسبب لترقيق القلوب وزيادة الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أما الامتناع عن ذكر الله فهو من صد الشياطين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وإذا كانت الأموال والأولاد تلهي عن ذكر الله فإن هذا هو الخسران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فأكثر من ذكر الله تعالى بشكل جاد متواصل متتابع ولذلك قال رحمه الله وأكثر ذكره في الأرض دأبا يعني كثيرا قال تزرعون سبع سنين دأبا هكذا بإسكان الهمزة لكل القراء غير حفص حفص يقرأ دأبا بفتح الهمزة يعني بصورة متواصلة جادين في ذلك ليكثر العطاء فالدأب هو المداومة واللزوم ولعل الحركة تدل على المداومة دأبا والإسكان دأبا يدل على اللزوم يعني افعلوا ذلك كل يوم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم فأنت إذا ذكرت ربك في الأرض يذكرك في السماء ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت يعني إذا ذكرت في الأرض ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت الطاعة لا تمنع من السعادة بل لا تمنع من اللعب المشروع وقد يأخذ الموت الصغير قبل الكبير وَلَعَلَّكَ شَاهَدْتَ هَذَا بِنَفْسِكَ كَمَّنْهُوَ أَصْغَرُ مِنْكَ دَفَنْتَهُ بِنَفْسِكَ أَلَمْ تُفَكِّرْ فِي ذَلِكَ أَلَمْ تُفَكِّرْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ مَكَانَهُ فَيَسْبِقُ الْمَوْتُ إِلَيْكَ بَدَلًا مِنْهُ لِمَا لَمْ تُفَكِّرْ فِي ذَلِكَ ثم قال رحمه الله وَقُلْ يَا نَاصِحِي بَلْ أَنْتَ أَوْلَى بِنُصْحِكَ لَوْ لِفِعْلِكَ قَدْ نَظَرْتَ هنا يقول الناظم لمن يقوم هو بنصحه قل لي أنت الآن جاء دورك ذكرني أنت أيضا بأني أولى بالنصح فهو في الحقيقة يتوجه بذلك النصح لنفسه على لسان من ينصحه ليعلم الناظم رحمه الله تعالى ليعلم الناظم رحمه الله ليعلم الناصحين أن يكونوا أول من يعمل فالناصح أولى بالعمل ممن ينصح ولا يعني ذلك أنك تمتنع عن النصح إن لم تكن تعمل بكل ما تنصح به لضعف منك أو لضعف إيمان منك ساعة أن تأتي بهذه المعصية وأنت في نفس الوقت تنصح غيرك بعدم إتيانها ولكن الأحسن والأولى أن تعمل بما تقول وأن تعمل بما تسمع ثم تنصح به بعد ذلك تبدأ بنفسك ثم بأهل بيتك توسع الدائرة قليلا ثم توسعها أكثر شيئا فشيئا وهكذا حتى أن ذلك أيضا مطلوب في الدعاء تبدأ بنفسك ثم بالوالدين ثم بمن يدخل بيتك من المؤمنين والمؤمنات ثم بما شئت بعد ذلك من عامة المؤمنين والمؤمنات أليس هذا هو نص الدعاء في القرآن الكريم رب اغفر لي تبدأ بنفسك ثم توسع قليلا ولوالدين ثم توسع أكثر ولمن دخل بيتي مؤمنا أقاربك أصدقاءك جيرانك أحبابك ثم بعد ذلك بشكل عام لمن تعرفهم ولمن لم تعرفهم وللمؤمنين والمؤمنات ثم قال رحمه الله تعالى تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت يتوجه مرة أخرى إلى من جعله طرفا للحوار لأن الحوار طريقة رائعة في التعليم يقول له هل تلومني على التفريط وأنت قد تهاوانت طول عمرك يعني أغلب حياتك تقطعني يعني هل تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ذهرك قد قطعت ثم يقول رحمه الله تعالى وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختها المنايا هي الأقدار والأحداث ولا تقول لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمني لك الماني يعني حتى ترى ما يقدر لك القادر المقتدر سبحانه وتعالى ولله أيضا در القائل إن المنايا توافي كل إنسان فاسلك طريقك فيها غير محتشم يعني غير خجلان من ذلك فالحشمة هي الاستحياء نعود مرة أخرى إلى قول الناظم فالشيء بالشيء يذكر وفي صغري وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختها فكأن الناظم لا يزال يتكلم بلسان أبي بكر هذا فيقول كأن أبو بكر قل أنت تخوفني منذ صغري بالمنايا يعني بالخطوب والأحداث تقول انتبه على كذا وحاسب من كذا أنت تخوفني منذ صغري بالمنايا بالخطوب والأحداث ولم تنظر إلى نفسك وأنت الآن قد صرت شيخا شيخا هنا بمعنى كبير وليس بمعنى الشيخ العالم أو الحافظ فكأنه يريد أن يتوجه بالنصح واللوم والعتاب إلى الصغير ثم إلى الكبير أيضا فوضع نفسه مكانه في التفاتة عبقرية من الناظم رحمه الله حيث تحول فوضع نفسه مكان المنصوح لهو الصغير وكأنه ينصح بلسانه لكي يتمكن من نصح من الكبير المتمثل في صورته هو بدأ ذلك من قوله منذ قليل من قوله وَقُلْ يَا نَاصِحِي بَلْ أَنْتَ أَوْلَى بِنُصْحِكَ لَوْ لِفِعْلِكَ قَدْ نَظَرْتَ فمنذ أبيات قليلة قال رحمه الله وَقُلْ يَا نَاصِحِي فهو الآن ينصح نفسه حقيقة على لسان أبي بكر هذا سواء كان أبو بكر هذا ولده أو الذي هجاه أو أيا كان ثم قال رحمه الله تعالى وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا لا زال ينصح نفسه بلسان النصف الأول من العمر المتمثل في صورة أبي بكر ولده فيقول كنت مستقيما وأنت صغير فلماذا تكستا في كبرك يحذر من أن ينكص على عقبيه من بعد ما تبين له فينقلب بعد ما كان ملتزما في شبابه بالطاعات ثم يتغير حاله للسيء بعد كبره وبعد شيبه ويقول له أيضا أنا صغير نعم ولكن لم أخطئ خطاياك أنت تماديت في الخطأ تماديت كما لو كانت الأخطاء كثيرة كالبحر وأنت تعاطيتها حتى غرقت فيها حتى غرقت في هذا البحر وذلك في قوله وَهَا أَنَا لَمْ أَخُدْ بَحْرَ الْخَطَاياَ كَمَا قَدْ خُدْتَهُ أَنتْ يَعْنِي كَمَا قَدْ خُدْتَهُ حَتَّى غَرِقْتَا ثم قال رحمه الله وَلَمْ أَشْرَبْ حُمَيَّا أُمِّ دَفْرٍ حُمَيَّا الْكَأْسِ هي سورتها وشدتها وحمية كل شيء شدته وحدته وأم دفر هذه من معانيها الخمر والمعنى هو المبالغة في إدمان الخطايا أيًا كان ولعله يقصد الدنيا فعبر عنها بالخمر لأن مدمن الدنيا قد يفتن بها كما يدمن شارب الخمر كما يدمن شارب الخمر عليها بل قيل إن أم دفر هذه هي كنية الدنيا اسمها الدنيا وكنيتها أم دفر أم دفر وعلى هذا يكون المعنى لم أغتر بالدنيا أنا أنا الصغير لم أغتر بالدنيا ولم تستهويني كما استهوتك أنت حتى ثملت من إدمانك عليها وأم دفر أيضا هي من أسماء الدواهي والعياذ بالله ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت يحمل على نفسه مرة أخرى يلومه أن ظلم نفسه أو ظلم غيره وبالغ في ظلمه حتى تعدى وطغى وذلك بقوله ولم أحل البواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا زودتها مرة زودتها ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت ولم أرك اقتديت بمن صحبت فكأن أبا بكر هذا يقول له يا أبتي صحيح أن لم أنشأ كما نشأت أنت نشأت في صحبة العلماء والمصلحين والصالحين أنت نشأت في ذلك ومع ذلك لم تنتفع بذلك ولم أنشأ يعني أنا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ورغم ذلك ومن تفعت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت فصحبة الصالحين تجلب الخير فالصاحب ساحب أليس كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من هذا المسك وإما أن تبتاع منه يعني تشتريه وإما أن تجد منه ريحا طيبة فعلى كل الأحوال أنت مستفيد أما نافخ الكير فهو إما أن يحرق فيهبك وإما أن تجد منه ريحا منتنة والحديث متفق عليه هكذا مصاحبة الأخيار أو مصاحبة الفجار وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك قتديت بمن صاحبت إذن لا بد أن تتأثر بمن تصاحب خصوصا إذا كانوا من العلماء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لماذا؟ لأنك إذا اجتمعت مع أحد على طعام فإن ذلك يسبب الألفة والمودة في القلوب فلو كان مؤمنا من تآكله فبها ونعمة أما إذا كان غير ذلك فستكون المودة الحاصلة في غير موضعها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصاحب رواه الترمذي وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك قتديت بمن صاحبته بل ولم تعمل بما قرأت في القرآن ووليت عنه حتى طال عمرك ومن رحمة الله تعالى أن أرسل لك رسالة إنذار تخبرك أنه قد اقترب أجلك وهي المشيب إبيض سواد شعرك ولم تنتبه إلى هذه الرسالة الرفيقة الرحيمة من الرحمن الرحيم لذلك قال له وناداك الكتاب القرآن أو العلم وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت ثم يتابع بنصح نصفه الثاني بنصفه الأول فيقول صحيح إذا كان الرجل فتيا فلا يجوز له أن يتصاب يعني يعمل حال صغير كيف يعمل للشاب الفتى حال صغير طفل يعني مع الصبيان يلهو معهم ويأتي بحركاتهم ويأتي بأفعالهم هذا قبيح ولكن الأقبح من ذلك هو أن الشيخ الكبير يظن نفسه لا زال فتيا فيتكاسل عن الطاعات ظنا منه أنه لا زال في فسحة من العمر مثل الفتيان والشبان فقال في ذلك رحمه الله من أروع الأبيات التي قيلت في هذا النظم الجميل وَيَقُبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِي وَأَقُبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى وَيَقُبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِي وَأَقُبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى هذا ونكتفي بهذا القدر على أن نساءل أنفسنا من أي الصنفين نحن من فريق الفتيان المتصابين أم من فريق الشيوخ المتقدمين المتفتين يعني الذين يحسبون أنفسهم فتيانا وهذا واجب عملي لهذه الحلقة اسأل نفسك وأجب نفسك بنفسك وكن أمينا على نفسك ونصلي ونسلم على من كان خلقه القرآن صلاة وسلاما دائمين متلازمين لما تعاقب الليل والنهار وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوف مداقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي شراب الحب يعارف بالمداقي وما كل السواة له بساحي وحيف الله عن أدم وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاقي شكرا للمشاهدة